من خلال تصاريح التسوق وأشياء ضرورية طبعاً وفي أقل عدد من المرات وربما تمرين رياضي يومي ربما مشي أو بالدراجة معك أو وحدك أو مع أهلك وحتى نقدم الرعاية الطبية للأشخاص الضعفاء وأيضاً الذهاب من العمل والرجوع إلى المنزل ولكن هذا إذا كان فقط ضرورياً ولم يكن يتطلب العمل من المنزل هذه هي الأسباب التي يمكن أن تخرجوا منها من دياركم إذا طلب منكم أصدقاؤكم أن تلتقوا فقولوا لهم لا لا ينبغي أن تلتقوا عائلاتكم الذين لا يعيشون في منزلكم لا ينبغي أن تذهبوا لتسوق خاصة فقط الأمور الضرورية مثل الغذاء والأدوية وينبغي أن تفعلوا هذا في أكبر قدر وأيضاً هناك توصيل للمنازل فتصلوا بهم إذا لم تتبعوا القوانين فإن الشرطة سيكون لديها السلطة لتفرضها ومن خلال طبعاً فرض بعض العقوبات عليكم حتى نضمن هذا ببقاء المواطنين في المنازل فإننا سنغلق كل المحلات التي لا تبيع الأشياء الضرورية مثل الملابس والإلكترونيات والمحلات الأخرى مثل المكتبات والحدائق وصالات الملاعب وأماكن العبادة سنقف كل التجمعات لأكثر من شخصين على الملأ وسنقف أيضاً كل التجمعات مثل الأعراس وغيرها ولكن طبعاً باستثناء المآتم طبعاً سيكون هناك حدائق مفتوحة للتمارين ولكن أن يكون هناك تجمعات ليس هناك رئيس وزراء يريد أن يطبق مثل هذه الإجراءات أنا أعرف الضرر الذي يشكله هذا لحياة الناس ولتجارة الناس ولوظائف الناس ولهذا فإننا أطلقنا برنامجاً لدعم الموظفين والتجار والشركات وأضمن لكم بأننا سنبقي هذه القيود دائماً في إطار التقييم وسننظر خلال ثلاثة أسابيع وربما سنحرر القيود إذا رأينا الأمور تتطور للأفضل طبعاً هذه ليست خيارات سهلة الطريق أمامنا صعب وأيضاً العديد من حياة الناس ربما سنفقدها للأسف وكما أيضاً من الحقيقي فإن هناك طريقاً للإنقاذ يوماً بعد يوم نحن نقوي منظمة الوطنية للصحة وأيضاً هناك أشخاص الآن تعافوا مع الوقت بالبقاء في منازلكم فإننا نزيد مخزوناتنا وأيضاً نبحث عن لقاح فأنتم تعرفون بأننا متقدمون جداً في الطب ونشتري الملايين من الفحوص التي ستغير المعادلة أود أن أشكر جميع من يعملون لمحاربة هذا الفيروس من العاملين في الأسواق والأطباء والمرضى وغيرهم ولكن في هذا الصراع لا ينبغي أن يكون هناك شك بأن كل واحد مننا كلنا موجودون في القائمة كل واحد مننا الآن عليه أن ينضم إلى الجميع حتى نقف هذه العدوى ونحمي منظمتنا الطبية وننقذ العديد والعديد من حياة الناس أنا أعرف ومن خلال تاريخنا فإن شعبنا سيرتفع ويقف وأمام هذا التحدي ويخرج بقوة من هذه الأزمة نحن سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه معا ولذلك فإنني ألح عليكم في هذا الوقت من وقت الطوارئ الوطنية بأن تبقوا في منازلكم واحموا من نظمتنا الصحية الوطنية وأنقذوا حياة الناس شكرا يخرجون من هو أقوى من قبل سوف نتغلب ونهزم فيروس كورونا وسوف نكون أكثر قوة لذلك أهيب بكم في لحظة طوارئ الوطنية شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة